عام مليء بالخيبات يمضي محاطا بأسئلة تراكمت منذ أعوام سابقة عن مصير معركة استعادة الدولة دخلت الحرب في حالة موت سريريا منذ أن وصلت طلائع الجيش الوطني إلى مشارف صنعاء في العام 2016 ولكن السلام لم يأتي ولم تعد دولة اليمنيين وبدلا من استعادة عاصمة الدولة أفاق اليمنيون في منتصف العام على خسارة مدوية لعاصمتهم المؤقتة عدن في العاشر من أغسطس نفذت قوات المجلس الانتقال المدعوم من الإمارات تمردا مسلحا ضد الحكومة الشرعية في عدن وفرضت سيطرتها على المدينة في أواخر الشهر ذاته ظهر أن قوات الشرعية تسعى لاستعادة السيطرة على عدن وكان انتزاعها قاب قوسين أو أدنى لو لا تدخل طائرات الإمارات في اللحظة الأخيرة حينها شنت مقاتلات الإمارات غارات استهدفت قوات الجيش ما أسفر عن سقوط ثلاثمائة عسكر بين قتيل وجريح فانسحب الجيش الوطني عائدا إلى محافظة شبوة لتصل الحالة في عدن وجوارها إلى النقطة ذاتها التي وصلت إليها المعركة مع ميليشيا الحوثي ألا حرب ولا سلم وليبقى حال اليمنيين معلقا برغبات وأطماع الأطراف الخارجية قبل ذلك وتحديدا في العاشر من يناير نفذ الحوثيون هجوما بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة العند أكبر قاعدة للجيش جنوبي البلاد ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من ضباط الجيش والاستخبارات في منتصف مارس سقطت منطقة كشر قلب حجور بيد ميليشيا الحوثي بعد صمود دام لأكثر من خمسين يوما من قبل المقاومة الشعبية كان السقوط الأكثر مرارة وسط اتهامات للشرعية والتحالف بالخذلان المتعمد للجبهة التي اشتعلت في قلب الأعداء وتلاها تنفيذ ميليشيا الحوثي عدة هجمات في الضالع والبيضاء استعادت خلالها مناطق واسعة في المحافظتين ليبدو الأمر وكأن العام لن ينتهي إلا بانهيار تام لجبهات الشرعية وانتصار الميليشيا على الحدود كانت الجريمة الأكبر لهذا العام أكثر من ألفين وخمسمائة قتيل وجريح وأسير بعد عملية عسكرية نفذها الحوثيون ضد لواء الفتح الذي تموله السعودية للدفاع عن حدودها مرت الجريمة وكأن شيئا لم يحدث ولا يزال اليمنيون يموتون حتى اللحظة دفاعا عن الحدود السعودية جبهة الحديدة التي كانت على وشك الانتصار تحولت إلى ميدان مفتوح لقذائف الميليشيا وأخطاء التحالف وتلعبات القوى الدولية وكأن كل الخيبات السابقة لم تكن كافية لينتهي العام بفاجعة اغتيال واحد من أبرز رجالات المعركة ضد ميليشيا الحوثي قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي ليستحق العام عن جدارة اسم عام الخيبات لا يتعزوا اليمن إلا بوحدة صفنا وقهودنا لا تنكروا أدوار الآخرين